السلام عليكم كديري اللبس عليكم أتمنى تكونوا على خير وبخير أحوالكم طيبة ومنقصكم حتى شي خير ومرحبا بكم معي من جديد في قناتكم مطبخ حليمة الفلالي اليوم إن شاء الله قد نوجد معكم كيف كل سنة بعجينة وحدة مجموعة من الحلويات اللي كتجي رائعة بزاف راقية شيشة لديدة وكتحمر الوجه وطبعا بكمية اللي هي وفيرة أكيد إلا جربتوا هالشكلت اللي هنقترح لكم اليوم أكيد أريد تعجبكم بزر فبقاوا معي نشوفوا تفاصيل تحضير ديالها من أول فيديو للآخر ديال أول حاجة نحتاج 250 قرام ديال المارغارين هنزيدوا معها جوش كيسال لاروب من السقر يعني نفس المكونات للعجنة المعتمدة عندي للإضافات اللي كتكون مختلفة شوية ديال الملح فاني ونحاولو نخدمو هاد المارغارين مع سقار مزيان حتى كي نساجم ومن الأحسن نكونوا جابدينها قبل من تلاجة باش كتاخدنا الحرارة المطبخ وما كتعدبناش بزاف سوف نستمر كنخدمها بالكفدية اليدي ومن بعد نزيدوا لها الزيت جوش كيسال لاروب هنخلي لكم أكيد المكونات مكتوبة بالضبط أسفل الفيديو وطبعا اللي يريدون نصف الكيميه يديروها عالي مشي مشكل يعني يديرو بها غشكل او لرشكيلات هنا ستربعا ديال القطاع ديال جوب المتلات خاصة لهذا الحلوه وكانت جليدة بزاف رغم انها مكوناتها بسيطة وكتعطي واحد الكيميه نحاولو ندخل الزيت مزيان حتى نزيدو ثلاثة ديال البيضات وحنا دائما نخلطو وممكن في هذه المرحلة نستعملو العجانة مزيان مكونات حتى نحصلو على بالاخير على شكل بوماد انا جبتهم عطلة شوية عدباتني يعني متل لاجا نسكال ديال نشاو ممكن نديرو كاس كامل نسكال اللي بقاليه مع كيس من خاملات الحلويات ما كاملش نقسمه واحد شوية وكم قوكا نزيدو دقيق شوية بشوية حتى نتمنعي العجينة تكون ارطي طباغ خفيفة ما تكونش كامل يعني ما نكملوهاش الكمية دقيق اللي احنا محتاجينها باش من نزيدو لها الاضافات وكانش اضافات ليها نشفة ما تقصح شلين العجينة وتبقى من بعد كتتقطع يعني خاصنا نردو البال نخلي وشوية خفيفة نقسموها وكل جزء نقسموها على حساب الرغبة نقسموها على الرغبة نقسمها على الرغبة كيف سننا الماضية قسمتها الاربعه وذلك سأكون معكم اشكال مختلفة اكيد نخلي لكم الرابط اذا بريدو تشوفوهم تختاروا منهم كذلك نقسموها على حساب المتوفر ولا على حساب الطوق ديالكم تختاروا من الفيديو القديم ومن هالفيديو الشكل اللي بغيتم دلو ثلاثة دلو جوج دلو ربعه على حساب الطوق ديالكم الجزء اللي مول غندلو فيه بيسكويت مطحون قدرت صابلي بالكوك طحنتوه مزيان حتى ولدخي وخبقى فيه شي طريفات غني كنعزلهم وكنحاول انني ندخلوه في العجينة دكشاش خليقوا لكم خليوا العجينة خفيفة بزاف البيسكويت يقدر الى كانت في هالطقيق كامل يقدر تجيني قاصحة وتقطع لي وتعذبني ندر تقريبا واحد لسد المعالقة ديالبيسكويت نزيد كذلك النكهة بالكارامل بالنسبة للناس اللي عندهم النكهات يستعملوهم اللي ما عندهمش يستعملو اي حاجه عندهم يعني ممكن ندروا في عوض نكهات الكارامل ممكن ندروا قشورد البرتوقال او قشورد الحامض او لا كي بقى لكم الاختيار شوية دياله هوا سريعة دوا بندوبوها في شوية ديال ما نزيدوها كي بقى لكم انتم مع الحساب اللي توفر لكم تستعملوه ممكن ندروا قوك مثلا محمر نتحنوه ونزيدوه الاضافات ماشي مشكيل انتم منكوا على حساب الرغبة ديالكم درناه في البلاستيك ونخليه على جنب وكننا اخدوه جزء اخر درت له نكهة الحامض هالنكهات دائما كيكونوا عندي في تلاجه يعني وخاك نشريهم كي بقى مدة طويلة وكنستعملهم الى حتاجيتهم طبعا هنا ما زيت اشي اضافة اللي هي جافة فنزيد ندخل اديك النكهة كيف قلت عواض مثلا نكهة الحامض مهم نغيره في النكهات وفي الالوان للعجينة ديالنا وفي الشكل باش نبان اننا غيرنا وقدرنا اشكال متنوعه من عجينة واحده صافي هنا حاول ندخل هذه النكهة مع الدقيق اللي يزد صافي تكون العجينة كذلك الطباغ يمشير الطباغ بحال المرحلة اللوله نغطيها بالبلاستيك ونخليها على جنب صافي وناخدو جزء اخر غادي نديرو بنكهة دروري كل مره ندير نكهة ديال القهوة مع الكاكاو فكجي رائعه ومن بعد غادي ننصيبها بالكاراميل فهد المدقات كتوتف زاف وكتعطيه واحدة نكهة اللي هي خاصه هنه نكهة ديال القهوة يتباعه الى ما كانش غادي ناخدو شوية ديال القهوة سريع الدوابان وندوبوها مع شوية ديال الماء يعني الكاكاو طلع ليه مع حواه يجي ومعي يدي ومع كل شي نحاول معا غيب شوية حتى ندخله مع العجينة قريبا واحد صاشي ونص يعني واحد لمعالقة كبيرة نحصل على اللون اللي بغينا ممكن عيواض مثلا نديرو الكاكاو او لا نديرو فلون ديال الشوكولاتة وكيجي مزيان صافي والعجينة اخرى قريبا نخليها كما هي ما غادي نزيد لحتة شي اضافة قريبا ناخدو هديك العجينة لما ستلحت شي اضافة ممكن تهيت نكوها حي الحساب اللي عندكم شينكها خاصة قنا نطلقها بسهولة قطع موالو قدروا لها الكمية ديالتقيق الكافية فقط ما تقصحوش العجينة صافي كان ندور على شكل دونات وكان قطع ممكن هديو تديروهم مثلا بحي درنا السنه الماضيه على شكل هلال يعني كيبقى لكم الاختيار او ديروهم غي كويرات من بعد تدوزوهم في الشوكولات اني كيبقى اقتراحات فقط وانتو ما ديرو على حساب الرغبة ديالكم هني لكم جوج بلا طابع وجوج بالطابع وطبع انت الطوابع اللي غنستعمل معكم ومية طوابع اللي متوفره وموجوده كان نظن في الاغلب البيوت هنا كيما رح تدرتهم في صافحة الفران اما اضعهم مباشرة او لا نديرو فرق ديال الطبخ ندخلهم فران مسخن من قبل انا طيبتهم على مية وثمانين من تحت او من فوق هنا اجبت بيض البيض طربتهم زيان بفرشيتك انا اخدو اما لوز ايفيلي اما كوكو ايفيلي انا عندهم مغيف كوكو وغادي ندوز الكويرات بعد ما نشكلهم هدو اللي بالحامض ونشكلهم في الاول كويرات ثم بعدها نديرهم على شكل او شكل باللوطة سنوزهم في بيض البيض واللوز ايفيلي يعني هاد الحلوه نحضرها كل عام لكشلاش اللي او درتها مدورة ودرتها بالكوكو ومهر المرش هاد العام نديرها بالكوكو ايفيلي ولكن بنفس الفكرة تقريبا ندوزها في البيض البيض ومن بعد نحفروها وكندلوها في الكونفيتير اما كندلو الكونفيتير في الاول وندخلوه طيب اما حتى كي طيب طيب الحلوه طيب الحلوه وندلو فيها كي بقى عاقدة اليام ما كي استحلناش من كان بغي ونقدموها او كندلو في البيض البيض مزيان وكندلو في كوكو ايفيلي وكيف قلت ممكن انكم تستعملوا او للوز او للوز او لكوكا وكي بقى على حساب طوق ديالكم حتى فشكل ديالها زوينا من حلويات الزمن الجميل فكنا ندخلها غالبا نغير يعني كندير بعض التغييرات انا بعد ما درت وصفها فيها الفران كنحاول نضغط عليهم اي ما بصبعية او بشي حاجة حتى كنشكل الحفران كيف قلت إلا ما بغيتو ما فيكم مطيبو الكون في تيرو توجدوه ممكن انكم ولكن حفروا حفرات مزيانة باش منيني هو يسخن الكون في تيرو في الفران ويفيض يطلع يلقى فين يطلع ما يخفيض ليكمش على بره لكشانش اليوم درتها بات طريقة حيث بزا في ذاك العام او العام اللي حضرت فيها الحلوه في فيديو مستقل كانوا قالوا لي يسحت لهم حيث ما داروش حفره واسعه يعني كبيره باش لكم في تيري يغلي يلقى فيني يطلع هنا كما لاحظته درتو كان ندرك الشكل ودخلته بنفس طريقة دائما نعافية مهلة ونردو البان نقابلو الفران دينا باش الحلوه دينا متخطفش قطة مزيان طفي هنا بالنسبة اللي فيها البيسكويت والكرامل فغادي نطلقها بين البلاستيك او الورق ومكنا نطلقوش رقيق بحل الصابري العادي نطلقوش شوية غليد لاننا هندروه على واحد وفيه الخمراء تنفخ نخليه وشي شوية ناخده اي طابع بغينا هندروه على شكل هلال هندروش اشكال اما هذا واما هذا اللي طويل فانا هنستعمل هذا هنكمل به انا حتى ندير الحلوه عادي نشوف الطوابع بزاف نحطهم حدايا وعادي نخطره منه عادي كي يبليه شنو غادي ندير وكنجرب كي نشوف شنو هتعطيني ودي شنو هتعطيني صافيته كي استقر رأي ديه اللي على واحد شكل معين وحتى بنسبة الزين يعني كنشوف شنو عندي فتار شنو تقديت وكنبدأ كنزين صافيه هنا يكي ما تلاحظه وغا نستمر كنقطع ونستريقه غادي نديره في صافيه وغادي نطيبه على نار منتوسطه او لمهيله 170-180 ونرضو البال ليه يتحمر ونخرجه حتى كي يبعد كم دون زينهم هذي بنسبة لعجنا ديه الشوكولات وغادي نكهوه كجزوينه مع الاضافات اللي غادي نزيد من بعد فكنتلقوها شوية ما نديروه شغلية بحال الهيلال شوية لاننا ما زال غادي نديرو لها طبقة اخرى فغادي نطلعها نقطعوها مربعات او مستقيلات او الشكل اللي كتفضله هنتوما وكنحيدوه نديروه نديروه في صافيه هذا الفران وكندخله محته وما يطيبوه بنفس الطريقة ونرجعوه باش نفيني ويعني الحلوة ديهنا كاملة منسبة لهذا الشكل فاندرتو بالكاراميل قدرتوغيه في الدار لان اشتركوا معاكم فيديو سابق الحلوة كانت طيبة كيف تكون طريقة مية وسبعين ومية وثمانين ونرجعوها بالنسبة للحلوة هادي الكونفيتير كناخدوه واحد سكاس كنديروه معه واحد يوجمع عرق كبار سكار غلاسي عمر بزيان واحد المعرقات هي المظهر وكنخليوه يغلي عشرات دقائق باش هاد العملية كتخلي لنا الكونفيتير كي يحقد كيشد راسه كنديروه في الحلوة وهو مازال سخون ينفوه كيبرد كيشد عليها وما كيسيحش نهائيا وخد ديوه وحده يعني كيبقى شد راسه مزيان وكيجينها في الحلوة مع اللي نحاول نقدها وغانستمر كنعمرها كاملا ونخليها على الجنب حتى كتبرد هديك الكونفيتير الحلوة ونرجعو نشوفوه بعد الشكل نهائي بعدما غدي نزينها بخطوط مش شكولات بيض صافي كيف قلت الشكل ديال الكراميل الكراميل شتوه معاكم فيديو سابق بغيتو نعودو معاكم في فيديو قادم ديال الحلويات نعودو بغيتو تستعملو الكراميل اللي كيتباع شاهز ممكن هذا كيكون اقتصادي طبعا وكيعد كميه كبيره كناخدو كاوكاو المقشر وكنحمروه على نرمهيله وكنزيدوه الكراميل شوية بشوية حتى كنحصلوه عليه يجي يعلكو ويجي مجموع ميكونش فيه الكراميل كتر من القياس طب هنا غنحاول ندخلو بهذا الشكل نمزجوه مزيلا وناخدو منو كميه ونوضعوها فوق الحلوه ديالنا اللي كتكون طابت بهذا الشكل يعني ساهل واقتصادي وكيجي رائع كيجي ماوي وبنسبه الكراميل بيشتاكدو كراميل بكاسدي السقار وكنديرو معه الكريمة السائلة والشكولاتة بيض والزبدة يعني هنخللكم الطريقة بالتفصيل شوفوها في فيديو سابق او كيف خليوا لقيم تعليقات او نعودوها معاكم او استعملوا كيجي يتباع حليم مركز كيجي مزيان سوف نستمر بها الطريقة كميه فوق الحلوه ومن بعد سوف نأخذ شوكولات كحل اي نوع بغيته اما شوكولات نوعيه جيده او بديل شوكولات اللي بغيته اللي توفر لكم ولي جاكم مناسب على حساب الميزانيه ديالكم نقطعه بحالكه ندره معه شوية ديال السيت و ندره اما في حمام مائي او نوضعه مباشره على نار مهي نحن نحركه ونوقفوش تحريك نفس الحديث طريقه باش ندره و نشركه معاكم دائما يعني كنديل الزيت واحد مثلا عندنا واحد مئتين قرام ديال ديال الشوكولات كندره معها و نجمعها القديل الزيت و نخلطه على نار مهيلا حتى نشوفوه هذا و نحن نحركه مضروري نأخذو الحلوه و نحطوها فوق الفرشيته و نبقو و نقبوه عليها الشوكولات من فوق و ندرها فوق وراق او بلاستيك حتى كنكمل واحد الكمية و نبقوه كنحزوها يعني كندفعوها القدام باش الحلوه ديالنا ما كيجيش تاك شوكولات اللي كيسيح منها شد فيها من التحت و ما كيجيش من فينيا مزيان هالطريقه مزيانه من صباح الحلوه ديالك نبغي هوات جي مقادة مقادة في هالشوكولات و يجينا شكل الحلوه ديالنا يعني ناضي هو وعدك صافي كما غيري تشوفو معايا ناخد ورق الطبق من الاحسن و كبقى كنكحز باش تاكز زي دير الشوكولات كيبقى تماما ماشي مشكل و خيب اللي كوم روبينه في الورق او في البلاستيك معليش اني هاداك الشوكولات ره من بعد كيجمد و كنعودو نحيدوه من الورق و كنعودو نرطوه و ندوبوه تحجم اكدع صافي بالنسبة الناس اللي يديهم طقيلة او اللي ما عندهم شكذا شي ديرو و الوقت ديالهم ضيق ديرو الحلوه شكله و طيبوه منها و الفينيسون حلوه نهاره اخر احتلموا المغربقاء و قدوا على خاطر خاطركم صافي بالنسبة للشكل الهلال هو هدا كي طيب هات الشكل كنديرو الحلوه ديالنا في الشوكولات بيض و كيبقى لها الشوكولات على حساب الرخضاء ديرو الكحال بيض بتدلوه على حساب اللي بغيتو كنديرو الشوكولات وبنسبة طريقة قديم كحزوها كدايا بعد ما كيكون شوية اطلق هاداك الشوكولات اللي يسال منو كدوا مازال ماجمدش كنزينوه اما بالكوكا واللوز شعريه الشوكولات اللي بغيتو عنده شوية الفيوتين ممكن ديرو القفخات ممكن يعني يتمر بدوه كامل مثلا اللي عندكم كناف احمروها و دوزوها فيه كيبقى لكم الاختياف الزين هدلت هنا يا كيف قلت الفيوتين كيف الجن بممكن انكم دلوه فيه كامل من الفوق غير دلوه قبل ميزمة الشوكولات يعني يبقوا بكمية بكمية كتزينو و كتكملو سوف نستمر من الطريقه هذا الشوكولات اللي بقى لنا انا جمعتو من الورق و بطيت و اضايب شوية و نزيدو شوية شوكولات كحل كنهرسو باش نبتلو الالوان عندنا بيد و كحل و يالحلوه هادي اونج غالي لازلنا لها شوكولات كجيزوينه يعني شوكولات كعطيها واحد اضافه زوينه بزاف و خيل علينا عادية صافيه ندرت كاوكاو و مهرمش اللي محمر لها المشتوف الدار او لابو خادش اللي و مهرمش غرب له عاد حمروه و عاد استعمله هنا كنديلو هاد الدونات ديان نهدو شوية تحمرو لي و كن زياني نجا و مش مش مشكل صافيه نحاولو نخويه هاداك الواسط باش ميعمر لنش بالكاوكاو و هنا مسدود باش كيبقال لنشكل هك دايك دونات صغير ورين كنقلب بها الطريقة او اللا كنحاول ان نعوج هاشي شوية تخويه صافيه بنفس الطريقة كندلت نفس الوراق و كنخليهم من بعد كنزينوهم بشوكولات كحل هادو زينوه بشوكولات كحل و هادو كل المربعات اللي درنا ديال الشوكولات والكاراميل درتهم باللون يعني مهرس فتحتو شوية على ذاك الشوكولات كحل وهادو درتهم بشوكولات بيدهومه و الاخرين للمربع كل شي درت له الخواطم احسن اللحظه عندي يامي كنخطط هكه بشكل عشوائي كيعجبني و كيعطيه مني يدره من بعد مي كان فيني و كنديرو في طبق تقديم ركيبا زوين و كيبقى اقتراح و هادو ديال نصف هيلال اولا هيلال بعد محتهوم مزيدهم بخطوط بالشوكولات البيض يجيو يا سلام و كننوعو و كنديرو الوان مختلفه و كيباد ان نحلو تنرها تنوع عرمضايين شكل واحده ولا عجين واحده اللي رأي نزر ديال الاشكال و فينا انتظر في ذاك المداقات كيغيرو كيجيو رائعين كامنه و هذا ديال اه اوليه الحلوه مجيش كلها مضلمه و الاخره اللي ديال لكم فيتي و كنوما هادو الاشكال رابعتهم كتب قلت هنخلي لكم رابط باش شوفوا الاشكال اللي حضرت معاكم مختلفين طبعا عن هذه لها ديال العام مغير ديال الموروبا كتب قلت ما كنستغناش عليها فكا نحاول ندخلها بريدوا اشكال اخرين نحاول انني ننزلهم لكم الى اكتب طبعا نشوفو عن قرب الحلوه ديالنا كيفاش كتشي كتشي رائع بزاف مع الكبذك الكراميل راه بسيط كيبجد و كيبقل تحضروه بطريق افضار او لشريوه و كوكو ممكن نعودو كوكو باللوز هادي ديال تونت ديالنا كتشي شيشه و الديدة بزاف جربوها ارضو عليها وبالنسبه الاشكال اخرينها طبعا نفس العجين هادي باش نتشوفو معالي لكم في تير كيفاش كيجي يغليوا عشر دقايق على النار مطوسطة حتى كتشوفوها بدات كتعقد فما كيتحركش من بلاستوه و كيجي معلك كما غاتشوفوه لكن راهما كيسيح موالو كيبقشات دراسه لانتو ما راهما كيتهرق موالو و كتشي حلوه شيشه و الديدة شكرا لكم دائما اشتركوا بحالكم على اللايك اللي كتخليولي وحتى الى ما كتشوش مشتركين اكيد ما تنساوش تشتركوا في القناة شكرا لكم و الى اللقاء مع السلام